إلى تفاصيل ظاهرة أهلا بكم تساقطات المطرية إلى غاية ما تم شهر الماضي بلغت أزيد من 130 ملم أمتار الدجمبر أحية الأمل والفلاحون ينتظرون أن تمطر في هذه الفترة المهمة والمفصلية من عمر الدورة الزراعية الخريفية هي فترة اليالية تساقطات مطرية في هذه الفترة من السنة من شأنها أن تحيي الأرض الممتدة على مساحة تفوق الثلاثة مليون هكتار من الأراضي المزروعة بالحبوب الخريفية وطنيا الروبرتاج هذا الصباح من نواحي دار البيضاء معك عبد الرحمن بوحديوي والمتابعة لجليلة بن فتان افترشت الأرض بساطة أخضرا بعد أن سقطها أمطار الخير التي جدت بها السماء مؤخرا غاية رغم أنه أنعش أمال الفلاحين في موسم فلاحي جيد خاصة الزراعات الخريفية إلا أن أمالهم في موسم فلاحي واعد تبقى رهين بتساقطات مطرية خلال هذه الفترة من السنة السورة من منطقة فضلات نواحي المحمدية هذا الصباح دابة كافية ولا عودة بشتم زيانة كل شيء دابة بحال هذه الشيء دي الخورشيف بحال البطاطا بحال الزراع الشعير ما زال ما كافياش خاصة كيقولون لقلن كيقولون لقلن إلا صبت في الليالي العام كي يضمن ما صبتش في اللياليش ويجي ناقص تساقطات مطاريات تعاول عليها فئة عريضة من الفلاحين خاصة الذين يعتمد نشاطهم الفلاحي على الأمطار بالدرجة الأولى من أجل ضمان محصول فلاحي متمر لا طاحدة بشتاف هذه الليالي هذه الزراع بعدها غد يجي المهم بعد الزراع نضمنه والخضراء كتبقى لحاسة من اللي كي تزاد المارة في البيارة الخضراء كتصيب باش تسقيه هي أمطار ستساهم لامحال إضافة إلى الوفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية كيفما كان نوعها ستساهم أيضا في توفير الكلائل الماشية بعد أن تكبد الفلاحون عن أقتنائها بأسعار مرتفعة جراء الجفاف وشح الأمطار خلال المواسم المنصرمة